السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبار حضراتكم إيه؟ إن شاء الله تكونوا بخير في بعض الأسئلة اتسألت لنا يعني أسئلة مهمة جدا هنبدأ كده بأول واحد معنا إجراءات الطعن بالتزوير لو أنا عندي قضية اترفعت علي أو أنا مدعي أيا كان يعني وفيه مستند حد قدمه المستند ده أنا متأكد مليون بالمية أنه هو مزور يعني أنا عارف أن الإمضاء بتاعتي اللي على المستند ديت مش قمضتي أو الكلام اللي اضاف في المستند ده ما كانش في الجلسة اللي احنا كنا قاعدين فيها لكن الإمضاء بتاعتي بس فيه بعض البنود اضافت بخط جديد أو بألم جديد عاوزت عم بالتزوير هعمل إيه؟ باجي قدام القاضي وبطلب الطعن بالتزوير في المحرم بيجي القاضي يأجل جلسة لإجراءات الطعن بالتزوير أنت بتتخذ إجراءات الطعن بالتزوير ودي طبعا بيبقى القاضي ساعات يقولك اعمل إعلان بشواهد التزوير أو اعلن بشواهد التزوير ده معناه بكل بساطة خالص إن حضرتك بتيجي بعد ما الجلسة ديت بيعد عليها مثلا يوم أو اتنين بتروح لي السكرتير وخلي بالك إن اللي أنا بقوله ده لازم تعمله في خلال 8 أيام تمام أيام تمام؟ يعني لو ما عملتش كده في خلال 8 أيام طعن التزوير اللي انت عملته يروح عليك فخلي بالك فده أنا بقوله هتروح تاخد بعضك تاني يوم على طول تروح لسكرتير الجلسة تقوله أنا عاوز أطعن بالتزوير زي ما أنا طلبت من القاضي وزي ما القاضي أجل لي بيبدأ السكرتير يجيب ورق فاضية وبيبدأ يكتب فيها كده إجراءات اسمه تقرير الطعن بالتزوير وبعد كده بيبدأ يسأل حضرتك يقولك إيه هي الأماكن أو إيه هي الأجزاء في المحرر اللي حضرتك بتطعن عليها بالتزوير يعني بتطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا ولا توقيعا فقط ولا صلبا فقط فحضرتك بتبدأ تحدد تقوله والله الكلمة دي طبعا انت بتطلع على المحرر دود عند السكرتير وانت عارف بقى الحاجات اللي تضافت فبدأ بتقوله خلي بالك الكلمة دي متضافة والجزء ده أنا ما كنتش قاعد فيه وده برضو اضاف الحتة دي مثلا حد تزودها الكلمة دي اتشالت أو اتشغبت عليها أو تحط نقطة أو تحط صفر أو كذا أو كذا أو كذا وبتبدأ توضح في الصلب ايه هي الحاجات اللي تزورت ده لو كان التزوير في الصلب تمام؟ طيب لو كان التزوير في التوقيع حضرتك بتيجي تقوله للسكرتير ان التوقيع مش توقيعي وبالتالي ده بيتكتب السكرتير بيكتب ده وبيفضح كل شيء بالتفصيل وبعد كده حضرتك بتيجي تمضي تحت ان انت يعني ده على مسئوليتك وان انت بتطعم بالتزوير على مسئوليتك وتبدأ تكتب اللي انت بتطعم فيه اللي هو المطعون ضده يعني مين هو وتكتب عنوانه وتبدأ تكتب ان انت وكل عن الطاعن اللي هو موكلك يعني وتكتب اسمه أو لو انت الطاعن بشخصك يعني ما فيش معاك محامل أو حاجة بتبدأ انك انت تكتب ان انت المدعلي او المدعب شخص هو اللي بتعمل بالتزوير وبتمضي وتكتب عنوانك ويبدأ السكرتير يقول لك هات اعلان شواهد التزوير بتاعتك عشان عمضي لك عليه وتدفع الرسم ويختم هولا يبقى بالك بس من التفاصيل اعلان شواهد التزوير ده ليس اوها انا هحطها لك ان شاء الله في الش schemes في الفيديو دلوقات ها يبغى لحضرتك اعلان شواهد التزوير انت بتعمل فيه كل الحاجات اللي أنا لسا هلة دلوقتي يعني بتقول فيه انه أنت بتطعم بالتزوير عشان وتبدأ تقول فيه الصلب ايه الحاجات اللي اضافت او ايه الحاجات اللي اتزورت ولو انت بتطعم في التوقيع برضو بتحدد ان انت بتطعم في التوقيع في مثلا ان التوقيع ده مش بتاعي او اضاف او حصل حاجة او ايا كان وبتدى حضرتك توضح كل شيء بالتفصيل انت بتطعم فيه. بعد كده سكرتير بقدرارك الرسم وتروح تدفع وطبعا السادة المحامين عارفين الكلام ده وانا انصح ان حضرتك ما تعملش ده من نفسك يعني لو كان مثلا حضرتك مثلا شخص ما هوش محامي لابد ان حضرتك ترجع لمحامي لأ ده افضل مليون درجة بطبعا السادة المحامي الزميل بيبدأ ياخد الاعلان ده وبيبدأ ان هو بعد ما الرسمي بتدفع بيختمه ويبدأ ان هو يعلنه في المحضرية تجي بقى قدام القاضي في الجلسة اللي جاية وتقدم اعلان شواهد التزوير تمام كده انت قدام القاضي اجراءاتك سليمة مية في المية بيبدأ القاضي يعمل اي بقى بيبدأ القاضي بيصدر حكم تمهيدي ان هو بيودي الدعوة دية للخبير عشان خبير الخطوط اللي هو خبير التزوير يبدأ يتخذ اجراءاته القانونية للمكاتبة والمماضاة بيبدأ يجيب الطرفين او طرف واحد ايا كان السادة الخبير شايف ايه يعني على حسب الواقعة ويبدأ ان وهو يستكتب هذا الشخص لو انت بتقول مثلا ان هو مظور التوقع بيبدأ الخبير يقول له تعالى بأشرا ان الشخص اللي بيقول انَ التوقع بتاعي تزوير دا يبدأ الخبير يقول لي تعالى انت Täق cách تزور اي لك طيب تعالى اكتب انت توقعي بتاعك عشان نشوف ده تعالى嬰 او لا طبعا ده بيتم عن طريق يعني مكينات معاهم بيقدر يحدد ده عن طريق المداد والحبر ده كان مثلا مدته قد ايه هل هو مدته الحبر ده مكتوب مع الصلب ولا لا ويبدأ ان هو يشوف ده بالتفصيل ويبدأ يعمل تقرير تقرير خبير بيبدأ التقرير ده يوديه للاقض تمام طبعا انت حضرتك بتروح لسكرتير بتاخد التقرير ده وتكراه لو كان كلامك صح ايه اللي بيحصله؟ القضي بعد ما بيحكم برده وبطلان الحق بيحيل اوراق الدعوة الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات جنحة التزوير اللي حضرتك عملتها طبعا انا بقول جنح التزوير لان ده ورقة عرفية خلي بالك ان الورقة ده لو ورقة رسمية يعني انت واخدها من مثلا موظف في الحكومة او من الشهر العقاري وزورتها انت بتروح في جناية مش جنحة ودي بتبقى خطورتها اكبر ولذلك بنقول ان نخلي بالنا قوي واحنا بنقدم اي مستند وبرضو بنصح استاذ المحامين ان لو في معاك اي محرر الموكل ادهولك عشان تقدمه في قضية عشان خطري لازم تصور صورة ضوئية للمحرر ده وتقول للموكل اتفضل يا باشا الالم امضينا على الصورة الضوئية ان اصل هذا المحرر هو تحت مسئوليتك القانونية وان انت المسئول عن هذا المحرر لو كان في تزوير او اي حاجة حصلت انت المسئول مش انا انا كمحامي مليش دعوة انا واجبي اروح المحكمة اقدم على احط المحرر ده في قضية او اعمل حاجة واشتغل انما انا ما ينفعش انزل متعم في حاجة زي دي لان انا مليش دعوة وبالتالي في محامين كتير بتغلط الغاطة ديه غصب عنهم او ممكن ماخدش باله او يعني مدي الامان يقول لك يا عم يلا اتر محرر ويقدم ويفجأ ان المحرر مزور ويبدأ ان هو ينزل متعم بتحصل مع محامين كتير وطبعا ده ما ينفعش لنا احنا كمحامين ادي اول حاجة في اجراءات الطانب التزوير السؤال التاني احد الاشخاص يعني بيسألني بيقول لي كتابة الزوجة كطرف ثالث في وصل الامانة صح وبغض يعني انا دلوقتي عندي فلوس عاوز اضمنها فبدل ما اجي مثلا اكتب الطرف الثالث حد غريب انا مش ضمنه يجي في المحكمة بيقول لك الفلوس وصلتني خسرنا القضية فباجي اقوم جاي بزوجتي وحطتها الطرف التالت يعني الشخص جاي ياخد مني مثلا مت الف جنيه فبقول له اكتب يلا باشا اسمك في اول طرف كده استرامته انا يكتب اسمه مت الف جنيه من السيد انا بقى مثلا الشخص اللي هو صاحب الفلوس ده عشان اوصلهم ليه ودي بقى الطرف التالت اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة في السؤال بتاعنا هينفع حط الزوجة ولا لا ما انا عاوز اضمنه هو يعني جنائي يعني لو انا هشتجل بالوصل ده جنائي ده غلط هينفعش حط زوجتي في الوصل كطرف تالت لان ده في الجنائي بنسبة يعني بنسبة كبيرة قوي بياخد براء ليه ما اصلا مش معقولة انا هجيب واحد اقول له خدها باشا مت الف جنيه عشان توصلهم لزوجتي اللي هي اصلا قعدة معايا في نفس الشقة قعدة معانا في نفس القعدة يعني لو كانت انا مثلا بقدره المئة الف و بقول له يالله اكتب ممكن تبقى زوجتي قعدة واخوية وقريب يعني هاخدهم منك هوددهم له ايه قعدة جنبك فدي حاجة غير معقولية بالنسبة للقضل جنائي ان هنا جنحة خيانة الامانة غير متوفرة مفيش خيانة اقتمال انت خدت من منع عشان توصله فبالتالي القضي الجنائي بدي براءة وبيدي ان هو يحيل الوصل ده للقضاء المدني القضي المدني بقى الموضوع ده بالنسبة له مختلف شوية ما بديش طبعا رفض على طول لان الموضوع بالنسبة له مش موضوع هو وصل الامانة ولا موصلهاش لا الموضوع بالنسبة للقضي المدني هي علاقة المديونية نفسها انت استلفت فلوس او خدت فلوس مطلوب منك ان حضرتك ترجحها فقضي المدني بنسبة كبيرة جدا بيبدي قبول للدعوة ويبدأ يلزم الشخص اللي هو رقم واحد ده اللي هو استلم الفلوس في وصل الامانة ان هو يرجع الفلوس دي يعني مش بزيك جنائي جنائي بيخلص بسرعة جنائي شهرين ولا ثلاث شهور بتلاقي الموضوع خلصان واخد حكمه بينفز مفيش في كلام انما القضي المدني بقى له طويل فعشان كده خلينا نكتب وصل الامانة مظبوط الطرف الاول ده اللي هو المدين بيكتب انا استلمت الفلوس وبكتب الطرف التاني اللي هو انا انا شخص اللي بدي الفلوس دي اتصاحب المال وبعد كده بجيب طرف تالت انا اثق فيه صاحبي مثلا او قريبي في محافظة تانية ويفضل اللي هو يكون في محافظة تانية او مكان بعيد وابدأ اضيفه هو عشان ما يروحش المحكمة الطرف التالت ده يعني ويقول لك انا الفلوس وصلتني او الطرف التالت ده لو ما عندوش ضمير ممكن يروح المحكمة يقول اه الرجل ده جاب لي الفلوس فعلا وكده براء فعشان كده بنقول خلي بالكم الطرف التالت لازم يكون على ثقة طيب ده السؤال التالي السؤال التالت لو انا من المنصورة واحد الاشخاص رفع علي دعوة في محافظة الاسكندرية انا يعني واحد قاعد في المنصورة فجأت ان انا مدعي عليه في دعوة تعويض او مطلبة او اي ان كان او امر اداء اي ان كان يعني في محافظة الاسكندرية اعمل ايه لان اصلا خلي بالكم كان حد يكلمني في الموضوع ده وقال لي ان كان حد رفع على مامته قضية في محافظة تانية وهي يعني يعني ما كانش عندها معلومة فراحت حضرت واول جلسة في اجراء هي كانت لازم تعمله ما عملته بش فللاسف طول مدة تقاضي القضية كان مطالب منها ان هي تسافر في كل جلسة وتروح عشان تعرف تدافع عشان تعرف تتكلم فدي مشكلة كبيرة جدا ان انا كل جلسة هسافر هروح اسكندرية فاحنا هنا بنقول ايه بنقول ان في اجراء بسط خالص حضرتك لازم تعمله اول جلسة ولو ما عملتوش اول جلسة بيسقط حقك في هذا الاجراء الاجراء ده ان حضرتك بتدفع دفع اسمه انا بتقول كده للقاضي بتقول المدعي عليه او الحاضر ما المدعي عليه بيدفع بتسببت الدفع ده في محضر الجلسة بيدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً لماذا؟ لان المدعي عليه موطنه في المنصورة وحضرتك بتقدم اي حاجة تفيد ان موطنك في المنصورة بتحطها في حفزة مستندات بترجع الحفزة وتقدمها للقاضي مترجع مترجع يعني بتبدأ تديها للقاضي القاضي هنا بيعمل ايه؟ بيأجل طبعا الجلسة للحكم وبيبدأ ان هو يحكم بعدم اختصاص المحكمة محلياً واحالة الدعوة لمحكمة المنصورة طبعا انت كده كمدعي عليه وفرت كتير جداً ان حضرتك تسافر او تعمل المجهود الشق ده ويبقى احنا كده وفرنا على نفسنا حاجات كتير لكن خلي بالك في بعض الدعوة بيجوز للمدعي او المدعي عليه ان هو يرفحها يعني يجوز للمدعي ان هو يرفحها في مكان هو كمدعي او يرفحها في مكان مدعي عليه زي دعوة الاسرة مثلاً الزوجة ممكن تروح ترفع دعوة النفقة في مكانها فما تجيش بقى ساعتها قدام القاضي وتقول انا بيدفع بعض المنصص المحلي المحكمة لان القانون هنا اتحلل زوجة ان هي تعمل الدعوة في مكانها انا بتكلم في الدعوة المدنية مثلاً انا بتكلمش في يعني انا بتكلم خارج الاستثناء انا بتكلم في الاصل فانا بقولي الكلام ده عشان حضرتك بردو تراجع كويس انت هتعمل ابل الزبت انا بتكلم في دعوة مدنية مثلاً يعني تمام طيب السؤال الثالث المهم جداً بردو اكتب طرفين عادي في وصل الامانة ولا لازم ثلاث اطراف ودو سؤال مهم تسأل لنا كتير لانه في ناس كتير للاسف بتكتب وصل الامانة طرفين فقط وده غلط ليه لان حضرتك لما بتروح للقاضي الجنائي بتفاجأ ان القاضي مد براءة طب مد براءة ليه لان حضرتك لما بيكون في طرفين في الوصل فده معناه ان ده مش وصل الامانة عامل ده معناه ايه ده معناه ان ده قرد واحد استلف منك مبلغ ومطلوب منه انه هو يرجع حولك ونفس الفكرة برضو لو كتبت نفس اسمك انت كطرف تاني صاحب مال دائن يعني كتبت نفس اسمك في خانة الطرف التالي يعني مثلا واحد اسمه محمد جاي ياخد مني 100 الف فانا كتبت في خانة رقم واحد في وصل الامانة استلامته انا خدها محمد اكتب اسمك وبطاعة رقمك القومي مكم في المنطقة الفلانية مبلغ وقدره مثلا 200 الف جنيه من السيد وكتبت اسمي انا كدائن صاحب مال لتوصيله الى السيد كتبت اسمي برضو انا كصاحب مال دي برضو هنا قدام القاضي الجنائي مش وصل امانة هو هيوصل الامانة المينة يوصلانك انت مش هينف وبالتالي دي قدام القاضي الجنائي اسمها قرد فالقاضي الجنائي بيدي براءة مع احالة الدعوة للقاضي المدني لان ده قرد مش من اختصاصه بيبدأ القاضي هنا يحلع للقاضي المدني يبدأ القاضي المدني يباشر اجراءاته ويدي ان شاء الله قبول ويدي لك الايه الالزام بتاعك ان هو يدي لك الفلوس دي او يرجاعك طبعا يعني لما بنكتب الواسط صح بنوفر على نفسنا اجراءات كتير طول اتقاضي مدة كبيرة سرعة لان الفلوس قيمتها بتقل كل مدى وده طبعا بشكل خطورة كبيرة على صاحب المال طيب السؤال اللي بعد كده اكتب القاضي دي بقى موطة مهمة السؤال ده مهم جدا اكتب وصل الامانة بخطي عادي ولا اعمل ايه يعني راح بيقول انا كصاحب مال اكتب وصل الامانة بخطي انا ولا اخلي المدين اللي هو الشخص يعني اللي جايز تلاف الفلوس ده هو اللي يكتبه بخط ايده طبعا الصحة قانونا ان المدين اللي هو الشخص رقم واحد في الوصل اللي ببقى مكتوب استلامتو انا اللي ببنته باسمه فوق ده هو اللي يكتب وصل الامانة بخط ايده وخلي بالك معلومة يعني تخلي بالك من ده ده قوي يكتب الوصل كاملا بخط يده كله وصله كله مش يكتب لي فوق سلامتو انا ويكتب اسمه ويسيب لي الحتة اللي تحتها فاضية وبعدين يمضيلي تحت وانا بقى اكمل وقلب مختلف وخط مختلف ولاخبطة يبقى وصل الوصل لا لازم يكتب الوصل كاملا بخط يده من اول كلمة لحد تحته خالص يكتب خط ايده ويمضي ويبصم وحطة الامضاء والبصمة هتكلم على دلوقتي بس ما يعني ما يجي وقتها تمام يبقى يكتب كل الوصل بخط ايده المدين اللي يستلف الفلوس يكتب كامل الوصل بخط ايده ليه بقى عشان لما ييجي في جنحة مثلا انت رفحها علي جنحة خانت امانة لما يجي ويطعم بالتزوير ما يعرفش لو طعم بالتزوير هيجوا قدام الخبير هيكتب كل كلمة يكتبها في الوصل يكتبها بخط ايده فمش هيعرف يخلع وبالتالي ما ينفعش ييجوا قدام القاضي الجناء ويقولوا والله ده السلب ده هما اللي كتبوه طب يا باشا يلا تعالى عن نفس اللي قلناه في اجراءات بتاعلي بالتزوير هيتعمل ويبدأ ان هو ييجوا قدام الخبير ويكتب ونشوف هل السلب ده حد يضافه ولا ده فعلا هو اللي كتبه بخط ايده وبالتالي انت هنا بتقيده ما بتدلهش فرصة ان هو يهرب ما بتدلهش فرصة في البراءة وبالتالي لما انت بتخلي المدين يكتب وصله كله بخط ايده انت كده عملته الصح تمام وعرفنا دلوقتي السبب طيب سؤال مهم برضو بعض الاشخاص يقول لي قال لي يعني لما امضي المدين اللي هيستلف الفلوس ده امضي بس عادي ولا ابصمه ايه الفرق وايه الفكرة يعني انا بقول لك من وجهة نظري الشخصية انك انت الصح تمضيه وتبصمه جيتن مع بعض تمضيه وتايه وتبصمه يبقى اللي اتنين مع بعض ليه بقى شمعناه اصلي انت لما بتمضيه بس من غير ما تبصمه ممكن لا قدر الله الشخص ده يبوت فتيجي الطالب الورصة فالورصة يقولي لك والله بص بقى احنا الامضة ديت احنا ما نعرفهاش ده امضة بابانا ولا لا وعشان كده احنا اسفين مش هندلك حاجة فبتروح تروح على قضية طبعا اه يعني باختصار المحرر ده بيروح للخبير وبنحاول ان احنا نجيب اي مستند رسمي كان الشخص المتوفى ده كان ماضي فيه او كان حتى تقمضته فيه ويبدأ الخبير يقرر الاتنين ببعض ولكن في هنا خطورة انك انت ممكن متعرفش تجيب مستند رسمي او مستند للشخص اللي هو المتوفى ده فبالتالي بتبقى دخلت نفسك فيه بعض او او ممكن يبقى فيه خطورة عشان كده بقولك خليه يبصم ليه بقى لما انت بتبصمه طبعا بيبقى ليه فيش وتشبيه بتبقى البصمة بتاعته موجودة وتبدأ ان الخبير يقارن البصمة ديت معدي وبيلاقها بتاعته بيبدأ يقول اه ان البصمة دي بتاعته وده بيسهل عليك كتير جدا فيه اجراءات الاثبات بتاعتك يبقى عشان كده نقول نخليه يمضي ويبصم طيب لو انا بصمته بس فيه هنا برضو مشكلة بتحصل ساعات ناس تجي تقولك ايه ده وانا نايم هم بصموني ولذلك لما بقولك مضي وبصمه اللي بيدرب كلامه هنا الامضة يعني هم بصموك وانت نايم طيب هم مضوك وانت نايم ليش مكنع وبالتالي انت هنا بتبقى عملت ايه الحاجة الصحيحة انك انت تمضي وتبصم تمام يبقى هنا دونوتا مهم وخلي بالكم برضو من ضمن الحتة بتاعت الامضة والبصمة الاهمية بتاعتها في بعض الاقلام بعد فترة من الزمن الحبر بتاعتها بيتمسح لكن الحبارة بتاعت البصمة يعني قلمة قليل قليل ان هي تتمسح وبالتالي لما بقولك مثلا انضي وبصم انت لقدر الله لو كان حبر الالم اللي هو كاتب به معرض ان هو في يوم من الايام بعد مدة كبيرة يتمسح لا فالبصمة ان شاء الله مش هتتمسح ويبقى انت برضو زودت لنفسك امان وده يبقى الافضل ارفع وصل الامانة في اسم الشرطة ولا ارفعه جنحة مباشرة ارفعه في اسم الشرطة هو قابت اخر شوية بيخده مثلا اسبعين تلاتة علامة ان الشرطة تجاهز التحريات وتجاهز الموضوع وتبعاته للنيابة وتبدأ النيابة تنزله جلسة والكلام ده بياخد شوية وقت لكن هو الافضل لان احنا قلنا قبل كده انك انت بتجي في مرحلة الاستقناب وبتجبر الشخص ده اللي هو المتهم ده ان هو يحضر بشخصه منفعش يحضر عنه محامي وده طبعا بيبقى كويس قوي لكن لو انت عاوز تاخد تعود قدام القاضي الجنائي بس الفكرة البسيطة كلها اللي حدك بتعملها لو انت هترفع قدام اسم الشرطة لازم تجي اول جلسة ده لازم وتدعي مدني تقول للقاضي انا بتدعي مدني مثلا بخمستاشر الف واحد في بعض الزملاء بيدعوا مدني باقل ولكن هنا في مشكلة لو حضرتك ادعيت مدني قدام القاضي الجنائي بعشر تلاف مثلا واحد او بخمستلاف واحد بيبقى عندك اشغالية ان حضرتك مش هتعرف تستقنف هذا الادعاء المدني ليه لان المحكمة الجزئية عشان تستقنف الاحكام بتاعتها عشان الاحكام بتاعتها ما تبقاش انتهائية لازم يكون الادعاء بتاعك اكتر من خمستاشر الف جنيه فلما حضرتك بتقول انا بتدعي بخمستاشر الف واحد فده معناه ان حضرتك تقدر تستقنف هذا الادعاء المدني قدام محكمة الاستقناف الجنح المستقنف يعني انت تبدأ توقف قدام قاضي ابتدائي وتتكلم قدامه مرة تانية فانت بتدي لنفسك فرصة لكن لو انت قلت انا بديه بعشر تلاف واحد او خمس تلاف واحد لو القاضي رفضت الادعاء المدني بتاعك ما بتقدرش ان حضرتك تستقنفه لو انت استقنفته بنسبة كبيرة القاضي اللي هو الجنح المستقنف في القاضي اللي بتدعي بيبدأ ان هو يرفض الاستقناف بتاعك لانه انتهائي وبالتالي هنا بننصح بس في النقطة دي ان يكون فيه هنا حاجتين حضرتك اول جلسة عشان حقك ما يسكتش في هذا الامر لابد ان انت تدعي مدني ولما تدعي مدني تدعي بخمستاشر الف واحد او عشرين الف واحد او زي ما انت حابب بقى براحتك لكن الفكرة انه تزود عن الخمستاشر الف تمام النقطة بقى التانية اللي هو ارفع جنحة مباشرة ولا لا هنا بقى الجنحة المباشرة حضرتك بيبقى فيه عندك جزء او فيه اجراء لابد ان حضرتك تعمله انت بتدعي مدني بقى هنا في صحيفة الجنحة المباشرة فبتبقاش محتاج ان حضرتك في اول جلسة تدعي مدني لان صحيفة جنحة المباشرة بتاعتك اصلا هي بيبقى اوتوماتيك فيها الدعاء مدني انت لازم تدعي فيها مدني ولكن الجنحة المباشرة بتبقى انت مد فرصة بقى زي ما قلنا قبل كده لماذا؟ المتهم ان هو يجي في الاستئناف ويبدأ يحضر عنه محام زميل يعني هو دلوقتي بره ما فيش عليه ضغط ما فيش عليه خطورة وبالتالي بتبقى انت هنا هي بتبقى اسرع صحيح لكن يعني بتبدي له مرحلة او بتبدي له اي تاح ان هو يهرب او ما يبقاش موجود وبالتالي يبقاش في رهبة فممكن يأجل شوية ان هو يديك الفلوس السؤال الاخير اللي نختم بالحلقة لو انا عاوز المدعى ليه يقدم اصل العقد محل الدعوة اعمل ايه؟ هذا السؤال ده مهم احيانا بتبقى حضرتك رفع قضية واللي يزبط حقك في القضية ديت اصل عقد موجود مع المدعى ليه؟ تمام؟ او المدعى ليه مثلا بيقول حاجة الحاجة ديت مش صحيحة فبتبقى انت عايزه يقدم اصل العقد اللي معاه عشان نسبة عكس الكلام اللي هو بيقول تمام؟ فبنبدأ هنا نطلب من عدالة المحكمة ان هي تلزم المدعى عليه ان هو يقدم اصل العقد اللي معاه تمام؟ هنا القاضي بيجي يعمل ايه؟ بيقوم ايه؟ مأجل اجل الجلسة ويطلب او يكلفك انت كشخص يعني بتطلب من المدعى لان هو يقدم اصل العقد انت كمدعي بيبدأ ان القاضي يكلفك ان حضرتك تعمله انذار بتقديم اصل العقد تمام؟ ابقى انت بتبقى جاي تاني جلسة مجهز الانظار بتاعك وتبدأ تبعط له انظار بتقديم اصل العقد وبعد كاب تستلم الانظار وتيجي الجلسة جاي تقدمه القاضي هنا بقى لو هو مقدمهوش بيبقى الكلام اللي هو بيقوله قدام القاضي يعني مالوش لازمة كلام كله مرسل لان لو كلامك صح انت كمدعي عليه هتبقى بتقدم اصل العقد وانت قلبك جامد وبالتالي هنا في الحالة ديت هيكون له صالحك انت ان هو ما يقدمش اصل العقد لو كان هو كلامه غلط طيب افرد هو كلامه صح هيقدم اصل العقد وهنبدأ نشوف هنا لو كان في بقى داعي لاستدعاء خابير هننعمل كده ما كانش في داعه خلاص المهم ان هو هيقدم اصل العقد ونبدأ ان احنا نشوف ايه الاسبات بتاعنا بقى والاجراءات ونكمل طيب الجزء اللي انا كنت عاوز اقولها بس في نقطة الاجراءات الطعنة بالتزوير لو كان في جزء معين في صلب العقد تم تزويره او تم اضافاته يعني فهنا القادل اما بيدي رده بطلان هو ما بيديوش رده بطلان للعقد ككل هنبل بيعمل ايه هو بيدي رده بطلان في الجزء اللي تم اضافته فقط الجزء اللي احنا يعني القشط اللي تكتب او الصفر الزيادة او الحرف الزيادة او كلمة الزيادة اللي اضافت هي ديات اللي بتاخد رده بطلان اما بقى العقد فبيظل صحيح يعني اللي بيننا بيتنفذ ولكن ما تم اضافته فقط هو ده اللي بياخد رده بطلانه ودي نقطة مهمة ولكن خلي بالكم لو كان الجزء اللي بضاف مرتبط ارتباط وثيق يعني ما نقدرش ان احنا نفصله عن باقي العقد هنا بقى بيبقى فيه سلطة تقدرية للقاضي هو يرد ويبطل الجزء فقط اللي تم اضافته ولا كل العقد دي بتبقى سلطة تقدرية يعني ما هاش حاجة سابق ولكن المتداول انه لو كان الصلب فيه اضافات بيرد ويبطل فقط الاضافات اللي اتحطت ديات ويبدأ انه هو يكر باقي العقد زي ما هو ويكمل باقي الاجرات بتاعه تمنى حضراتكم تكونوا استفدتم لو في اي حاجة طبعا هتشرفونا بالاسئلة في التعليقات او تكلمونا على الخاصح نتحت امركم ان شاء الله